طيب اللي شاف منكم بالإنستغرام قلت لكم راح تكلم أكثر عن مرض ثنائي القطب لأن اليوم العالمي لي ثنائي القطب أنا قلتها غلط بالإنستغرام يوم الأربعة ثلاثين مارس فيوم الأربعة ثلاثين مارس ليش اختاروا اليوم العالمي لي ثنائي القطب لأنه هو عيد ميلاد فينسنت فانغو فينسنت فانغو اللي هو الرسام الهولندي المشهور عاني من مرض ثنائي القطب أبيقول لكم شوية من قصة فينسنت فانغو ومن خلالها نشرح مرض ثنائي القطب بشكل عام مرض تنائي القطب هو مرض نفسي ومثل ما نعرف أكثر الأمراض النفسية هي أمراض بالمخ هي أمراض عضوية العضو المصاب في الأمراض النفسية هو المخ فالذي يصير في مرض تنائي القطب أن يصير في اضطرابات في مستوى شيء نسمي مرضات الإشارة العصبية هي كيميائيات توصل لإشارة بين خلية عصبية وخلية عصبية أخرى بالمخ في أسباب أخرى أكثرها وراثية يعني مرض تنائي القطب مرض جيني وراثي بشكل كبير هو من أكثر الأمراض وراثية بالطب مو بس بالطب النفسي الإنسان اللي عنده مرض تنائي القطب يتراوح بين حالات اكتئاب اكتئاب كلينيكي حاد وعراض الاكتئاب تسعة هم الحزن بشكل مستمر فقدان الاهتمام بالأشياء اللي واحد يحبها قلة بالتركيز قلة بالطاقة تغير بالشهية للطعام تغير بنمط النوم تشتت بالالتباح وعدم تغير بالحركة الجسمانية إما الواحد يكون متوتر بسريع أو بضيء جدا والتفكير بالموت أو الانتحار الاكتئاب الواحد يكون عنده معظم من الأعراض هذه لمدة ما تقل عن أسبوعين هذا نسميه اكتئاب كلينيكي أو اكتئاب حاد الشخص اللي عنده مرض في هذه القطة يمر بحالات اكتئاب وكذلك إن النوم يكون قليل إن النوم يكون قليل يكون الطاقة عالية جدا الكلام سريع والتفكير سريع الواحد يكون عنده أفكار وعايد مشاريع وعايد يصرف بشكل اندفاعاته بالتعامل مع الناس بالعصبية القراءات الجنسية تكون فيها اندفاعية بشكل كبير الواحد ما يتصرف في طريقة الطبيعية حالة على بعضها نسميها حالة هوس وحالة ملحوظة أنها خارج الطبيعية أحيانا الواحد يكون عنده تفكير بالعظمة عنده رسالة خارقة وقدرات ما فوق البشرية وهذه الحالة نسميها هوس فالإنسان اللي عنده ثنائي قطب يتراوح بين الهوس والاكتئاب مرات يكون طبيعي مرات يكون عنده هوس ومرات يكون عنده اكتئاب طبعا الهوس كل الأشياء هذه تتسمر على أقل أسبوع بأكثر الحالات شنو اللي صار بفينسنت بانقو خانا وريكم بعض الرسمات عشان تابتون من اللي قاعد تكلم عنا هذه رسمة اسمها ستاري نايت من أشهر رسمات بانقو رسمها بوقت ما هو كان بين الاكتئاب وبين الهوس حسب ما نقرأه من تاريخ وهذا بانقو نفسا نما رسم نفسا يسمونها سلف بورتريت وعنده كذا سلف بورتريت مثل ما تشايفين من السلف بورتريت سمالت يبين الحزن اللي هو كان فيه طبعا كان مشهور بشعر الأحمر وكان طبعا أيامها آخر الألف وثمانمية التعامل مع الأمراض النفسية كان فيها جزء كبير من العار الاجتماعي من المدن في فرنسا هو هولندي لكن عايش في فرنسا من أكثر مجتمع الفن بالرسم كان في فرنسا بذاك الوقت كان يتعاملون مع الأمراض النفسي أنه شيء عيب وأنه شيء يعني شيء فشل فكان يسمونه The Crazy Redhead بالشعر الأحمر المجنون قصتها عجيبة فانغو رح أكملها لكم خلال الأيام القادمة قبل اليوم العالمي بالذات قصتها مع أخوه طبعا من الوراثية الوراثية اللي عندنا على مرض ثنائي القطب اللي هو توارث البيبولر أو ثنائي القطب بالأسر مشهورة اللي فيها فأسرة فانغو كان واضح فيها الإضراب النفسي في كذا لغل بالأسرة يعني من يدتها لواحدة من خالاتها لواحدة من خوالاتها فانغو ليه اليوم موجودة في فرنسا متوارث بينهم مرض ثنائي القطب موجود هو شيء جيني يعني يتوارث بين بعض البشر في ناس يقول لك والله أوكي أنا ممكن يعني عارف ناس صار فيهم ثنائي القطب وما في أحد بعائلتهم هذه تكون طفرة جينية جديدة تصير ببعض الناس طيب بكملكم القصة وأنا مو تعبان كنت عضرت محاضرتين اليوم فتعبان نكمل باتر إن شاء الله شكراكم الله بالخير أول شي بعض المتابعين شكلي ما أقدر نخش عنكم فعلا أمس كنت بالرياض اليوم أنا بجدة أول أمس كنت بالدمام عندي جولة محاضرات أعلنت عنها بالعموم لأنها هي محاضرة خاصة للمتخصصين فما كانت محاضرة مفتوحة بس كان عندي محاضرتين بدمام محاضرتين بالرياض محاضرتين بجدة فالحين أنا بجدة قدمت محاضرة الظهر وإن شاء الله الليلة في المحاضرة الأخيرة وبإذن الله تعالى أكون بكرة بالكويت نسوي فعالية مهمة مع حملة تقبل الحملة الوطنية للتوعية بالصحة النفسية الليلة السينمائية للصحة النفسية بمناسبة يوم العالمي لثنائي القطب أو مرض ثنائي القطب أنصحكم بالحضور تابعوا حساب تقبل على إنستغرام at taqabal رح نكتبكم إياه بديت معاكم الحديث عن مرض ثنائي القطب اليوم أبي أكلمكم عن قصة فينسنت فانغو اللي كان يعاني من المرض هذا ونتكلم عن العلاجات وطرق التعامل مع هذا المرض إن شاء الله إما اليوم أو غدا إن شاء الله فخلنا بدي بقصة فينسنت فانغو أقول لكم قصتها من البداية من ولادته لكن المهم إن فينسنت فانغو طبعا اليوم من أشهر رسامين اللي مروا على مدى التاريخ ما نشاهد حياته وجزء كبير من عدم شهرته خلال حياته إن أنا أعتقد قراءتي لتاريخه هو مرض النفسي خلال منبوذ من المجتمع كان يدخلوا يطلع من المستشفيات والمصحات النفسية والعلاجات اللي كانت متوفرة في ذاك الوقت ما كانت معطيتها عالية أو جودة للحياة عالية أعرض لكم بعض رسمات فينسنت فانغو اللي يريد أن يشوفها على الحقيقة أكثرها موجودة في متحف فانغو في أمسلدام جدا بزيارته إذا الواحد فيكم صدفة كانة بأمسلدام لأن يعني لما تشوف الرسمة الحقيقية غير لما تشوف صورتها رسماتها موجودة بمتاحف حول العالم وايد منها في متحف موما ميزيوم of modern art في نيويورك رسمات الأخرى منتشرة في كذا مكان بالعالم حين بوريكم أحد رسماتها من الفيز الأول أو المرحلة الأولى من رسمة رسمة هذه في هذا الأحد هذه رسمة مشهورة اسمها The Potato Eaters يعني آكلين البطاط يعني ترجمتها الحرفية و رسمة هذه في الريف الهولندي لعائلة قاعد يأكلون البطاط لأنه ما عندهم أكل ثاني فقراء زراعين هذه المرحلة من حياة فانغو كان ما يستعمل فيها الألوان اللي انشهر فيها بعدين كانت أكثر رسماتها في الفترة هذه تعتبر تقليدية بشكل كبير والألوان اللي فيها قليلة مثل الرسامين اللي كانوا حوالي بديك الأيام أكثر اللي نعرف عن تاريخ المرض النفسي لفينسنت فانغو هو تقارير أطباء لما كان يدخل مصاحة النفسية وكذلك استنتاجنا من رسائل لأخوه اللي أصغر مننا اسمه فيو وكان أخوه اللي أصغر مننا هو تاجر بالرسمات والأرت ديلر يعتبر وكان يحاول يبيع رسمات فينسنت ما كان في نتيجة كبيرة لبيع هذا بس كان يتاجر مع الفنانين آخرين كان عنده معزة كبيرة لأخو وكان يعني مثل ما تقول يطلع كلهم مقلبة في رسائل لأخو في مسحف فانغو في أمسجدام ممكن تشوف الرسمات اللي كان يرسمها ممكن تشوفون الرسمات اللي رسمها فانغو وتحتها الرسائل بنفس التاريخ اللي رسم الرسمات لأخوه فتشوفون مشاعره وقت ما رسم الرسمة شي رهي يحصل بعد الرسم التقليدي اللي منذ طويلة بدأ فانغو يدخل مراحل تجريبية بالفن الجديد أوائل الناس اللي بدوا يهتمون بالرسم والفن الياباني فكان يشوف الرسمات اللي يعني توصل أوروبا من اليابان ويحاول يقلدها هنا كان عنده المرض النفسي من زمان بس بدأ يظهر بشكل قوي وبدأ يدخل ويطلع من المصحات بفرنسا وصف له من تقارير الأطباء أنه يكون فترات عند جنون عظمة عند الشكب الآخرين يكون نوم قليل يكون كلام سريع وبعدين فترات يدخلوا باكتئاب شديد وما يقدر يرسم وما يقدر يسوي شيء علاجات دوائية ما كانت موجودة بذاك الوقت كان حتى وهو يمشي في بعض المدن الفرنسية اللي هو كان يمارس فيها الفن والرسم ويدخل المصحات يضحكون عليه أطفال المدينة لما يتصرف بشكل غريب ويضحكون عليه الأطفال ويسمونه صاحب الشعر الأحمر المجنون في أواخر يناير من سنة سنة 1098 صار حدث مهم بحياة فينسنت فانغو إن أخو ثيو اللي ساعده في بيع رسماتها واللي كان عنده معزة كبيرة يهلى ولد أول مرة يهلى طفل ثيو قرر ثيو بدل ما يسمي الولد ولده الأول على أبوهم قرر يسميه على أخو أخو اللي يعاني من مرض نفسي يسميه على أخو فينسنت فسمى ولده فينسنت ذيلهم فانغو أعطاه اسم مركب عشان يكون فرض عن عمه رسالة لفنسنت فانغو أخو يبلغ هذا الخبر فانصدم إنه ممكن أحد يسمي شخص عليه وهو المنبوذ اللي الناس كلها تضحك عليه إنه أخوه ممكن يسمي ولده الأول عليه ويتأثر الموضوع وقته كان هو في اكتئاب شديد والسعادة اللي يتلى من هذا الخبر العادة الواحد اللي ما عنده ثناعي القطب يصبح سعيد بشكل طبيعي لا دخل فانغو حالة الهوس الحالة المضادة للاكتئاب في مرة ثناعي القطب وهذه ستة شهر اللي بعد الحدث هذا أهم ستة شهر تكون مرت على تاريخ الرسم والفن الغربي ستة شهر هذه من بعد الخبر هذا في حياة فانغو ستة شهر برسمة هذه على الطريقة اليابانية سماها فينسنت فانغو أومن بلاسمز الورد من شجرة الجوز ولا لوز ما أدري شون ترجمة صحيحة المهم طريقة الرسم هذه ما كانت مألوفة عند الأوروبيين لأنه ما أخذ غصن الشجرة مثل زوم عليها بدون ما أن تشوف الشجرة كاملة والخلفية مو شجر ثاني الخلفية هي السماء فهو كأنه قاعد يرسمها من تحت لأنه من سدح الأرض وقاعد يطالع أقصان الشجرة من فوق وأرسل الرسمة هذه إلى أخوه عشان يعلقها بغرفة البيبي اللي مسمينا عليه وقال أنه الورد سيغنفايز the birth of new life الورد مثل رمز لبداء حياة جديدة هذه ستة شر اللي هي آخر ستة شر من حياة فانغو أكثر رسمات فانغو اللي انشهرت الرسمة بالستة شر هذي كان يعمل بمعدل على مدى ستة شر بمعدل رسمة ورسمتين باليوم هذا شيء مهول بالنسبة لجودة الرسمات اللي كان يرسمها ومو كل الرسمات اللي رسمها بذاك الوقت موجودة إلى اليوم بعضها ضاعت بعضها نرمت من المستخدمات حاصل أنه دخل في حالة هوس شديدة بدأ يصير عنده شكوك بدأ بالهوس نحن قلنا يصير الواحد في حالة ثنائي القطوب والهوس اندفاعي بدأ يصير اندفاعي بقراراته الشخصية وقراراته الجنسية بدأ يتراود على عاهرة معينة كان اسمها ريتشل أنه صار عنده صداقة معاها وصارت الحادثة المشهورة اللي هو يوم الأيام وهو يقول ل ريتشل يقول يعبر لها عن حب لها بطريقة اندفاعية يبين لها حب فقال بقطع جزء من جسمي وعطيتش إياه قطع جزء من أذون اليسار وعطاها إياها كدليل على حبه فالكل بدأ يحسنه هو قاعد يتصرف طريقة غريبة يبين لها رسم نفسه بعد ما قطع أذون اليسار جزء من أذون اليسار تحضن الرسمة غريبة يعني رسم لون عينه قرانية يكون أبيض من عينه أخضر الألوان فاقعة يعني شوف حتى مثلا بويها في أماكن خضرة هنا أحوالي خلال يقول لك لا يعني هالطريقة فن بالرسم لا ما كانت كل رسمة بانجو رسمات بانجو فترة الهوس كانت رسماته شوية مختلفة بالألوان وكان يستعمل ألوان الاختيارات الألوان أحيانا تكون غريبة عندي تفسير لهذا الموضوع أنا أعتقد ونشوفها بالحالات الهوس أن بعض الناس ما يكون عندهم هوس يصير عندهم شيء اسمه سينستيزيا رح أكتب لكم الكلمة تحت مقصود بالسينستيزيا أن الواحد يبدأ يصير في تداخل بين حس أو حسين فممكن مثلا يسمع الألوان أو يشوف الأصوات أو يشم الصوت يعني فيصير حاسة الشم داخل مع النظر أو النظر داخل مع السمع هذه نسميها سينستيزيا أنا مو متأكد أن هذا اللي كان عندي يمكن أن هو بس مثلا كان يرى الألوان بشكل فاقع جدا وهذا يصير أحيانا بالهوس يعني جائز المهم بدأ يرسم رسمات كثيرة في هذه الفترة أكثرها في حالة الهوس رح أوريكم أحد أشهر رسماته وردكم هذه المشهورة هي أشهر رسمة في تاريخ الفن الغربي Starry Night موجودة في مومة في المتحف أو مومة في نيويورك موجودة الرسمة هناك ممكن تشوفونها أنا أعتقد هاي كانت ذروة الهوس اللي عندها دخل مصحة في هذه الفترة في فرنسا في جنوب فرنسا وهذا حق القمح كان يشوفه من غرفته بالمستشفى حق القمح هذا رسمه بكذا طريقة في فترات الهوس في هذه الطريقة رسمه بألوان فاقعة شوفوا السماء شوفوا ألوان الشجر شون يختلف في الدرجات الأخضر هذا القمح رسمه بكذا رسمة رح أوريكم بس هذه الرسمة هذه من رسماتي مفضلة هذا الباكروند حتى ما الكيمبيوتري أنا حاطة من زين رفتها بالمصحة في سين رامي في جنوب فرنسا شوفوا لون الأخضر الأرض الأخضر بالدريش يعني دخل أخضر يعني درجات الألوان درجات غريبة والكرسي اللي بزايا رسمه كذا مرة بعد من اللي عرف رسمات فانجو هذه الرسمة أكملها يومين قبل ما مات ستة شرباعد ولادة والدخو نفس حق القمح اللي وردتكم يا مساع لكن شوفوا بطريقة ظلمة سوداوية فيها درجة كبيرة من الاكتئاب بعد ما خلص الرسمة هذه راح مشى في حق القمح هذا وقف بنصه طلع مسدس من جيبة وأطلق طلقه في داخل صدره وطاح حق القمح هذا وقعد يموت اكتشف بعدين من وظفين المستشفى أرسله لأخوه ما وات على طول كانت عنده عنده جروح كبيرة لحق أخوه ثيو أنه يلحق عليه قبل ما يموت ومات فانغو وهو بحظن أخو ثيو وقال كلمات الأخيرة المشهورة في الطب النفسي this sadness will last forever ما يموت من مرض الاكتئاب قاعد يقول أن الحزن هذا سيستمر للأبد تخيلوا واحد بآخر لحظات حياته عارف أنه عارف أنه قاعد يفارق الحياة لكن إحساس الاكتئاب مو بسبة قراره وقرره بسبة مرض عضوي في مخة يسبب الاكتئاب لدرجة أنه يعتقد أنه حتى بعد ما يموت الحزن هذا رح يستمر للأبد هذه المعانات اللي يعانون منها كثير من الناس اللي عندهم مرض ثنائي القطب قبل الإعلاجات الحديثة اللي هي ممكن تسيطر على المرض إذا الواحد استمر عليها تماماً مثل ما تسيطر على مرض السكر أو مرض اللقط من الرسمات الأخيرة اللي رسمها فانغو هذه مو رسمة لأخوه ولا أبوه ولا أحد قرائبة هذه رسمة لطبيبة النفسي اللي كان يعاني وشوفون يعني نفس الدرجات الأخضر بالعين وبالجلد انتوا شايفينها نفس اللي كان يسويها وقت الهوس رسمها قبل ما يموت قليلة دوكتور قاشي ما كان عنده الأدوية الحديثة اللي عندنا إياها اليوم لكن كان عنده حس الطبيب النفسي اللي هو قلبه على المريض اللي هو يعالجه يحاول يضمن أنه هو ما يتعامل بالمجتمع بطريقة مهينة يرجع فانغو على أن يمارس هدفه بالحياة اللي هو الرسم في الطباء ثانين كانوا يمنعونه من الرسم دوكتور قاشي ما كان يعتقد أن هذا شيء صحي عنا دوكتور قاشي ما قدر ينقذ فانغو من مرضه لأنه ما كان عنده الطرق الطبية الحديثة اللي عندنا هاليوم إلا أنه أنا أعتقد أنه هو يتحسين جودة حياة فانغو بالفترة اللي عاش فيها باتر إن شاء الله أكلمكم عن الطرق الحديثة لعلاج مرض ثنائي القطب تصبحون على خير ورأي محضر الحين تصبحون على خير